مشاهدين دلوقتي معت حضرتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع أحمد اتفضليح شكرا هدير التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت تاجرينج موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أدانت مصر القصفة الإرهابية الغادر الذي استهدف مطار بغداد الدولية وأصفر عن بعض الخسائر المادية أمس وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تمثل تهديدا واضحا لاستقرار العراق ومقدرات شعبه الشقيقة فضلا عما تشكله من تقويد لحرية الملاحة الجوية كما تشدد مصر على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1991 متعافيا من الفيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس كورونا إلى 353409 حالات وقالت الوزارة أنه تم تسجيل نحو 2007 حالات جديدة ثابتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 26 حالة جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ نحو 419460 حالة من ضمنهم 353409 حالات تم شفاؤها و22522 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 45115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة 437 حالة وقالت وزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 4.873.561 حالة في حين بلغ العدد الكلي للوفايات منذ بداية الجائحة بلغ إلى نحو 305.240 حالة وفاة قال رئيس الأمريكية جو بايدن أنه سينقل قوات أمريكية إلى دولة أوروبا الشرقية والدول الأعضاء في حلف شبال الأطلسي في المدى القريب كانت وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون قد وضعت نحو 8500 جندي أمريكية في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا وسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية قالت رئاسة الروسية أن الرئيس بلاديمير بوتين أعطى توجهات بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة العقيدة الجديدة للسياسة الخارجية الروسية وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوفا أوضح أن توجهات بوتين جاءت بعد مناقشة الوثيقة في مجلس الأمن القومي الروسية مشيرا إلى أن وثيقة المشروع لم يتم تبنيها بعد الاعتمادها كان الرئيس الروسي قد أشار في اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مسودة محدثة من عقيدة السياسة الخارجية التي تأخذها بعين الاعتبار وتأخذ فيها أحدث التغيرات في السياسة الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية حذرت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من تصعيد العنف في اليمن وقال المتحدث باسم المفوضية أن الأمم المتحدة سجلت في عام 2021 تنفيذ قوات الحوثي لـ 340 هجوما صاروخيا فضلا عن إطلاق مسيرات على أرض المملكة العربية السعودية ولفت المتحدث إلى ورود تقارير تفيد بوقوع أعمال عنف في مدينة مأرب كما طلب المتحدث الأممي طلب قوات الحوثي بالإفراج عن اثنين من موظف الأمم المتحدة المحتجزين تضرب عاصفة نورستر القوية أجزاء من نيو إنجلند ومنطقة الأطلسي الأوسط مصحوبة بعاصف ثلجية من جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة من العاصفة الثلجية والتقس الشتوي في نورد فاوس كارولينا مرورا ببينسلفينيا حيث أوضحت أن العاصفة ستجعل الصفر مستحيلا بصورة كبيرة مشيرة إلى أن هناك أجزاء كثيرة من المنطقة يمكن أن تتساقط فيها ثلوج يصل ثمكها إلى ما بين 30 إلى 60 سنتيمتر مع رياح تبلغ سرعتها نحو 113 كم في الساعة وبعذا مشاهدين انتهى موجز التاسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر لكن بعد الفاصل موسيقى موسيقى موسيقى